اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع ومساء الخير على الجميع وجمعة مباركة على الجميع نتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وكذلك الالو والاحباب. اخوان هذا الفيديو هذا غدي يكون فيديو قصير بعجلة. حبينا نديروه باش ننبهه الاخوة والاخوات كفيديو تحضيري وليتنبيه فقط فيما يخص مجموعة من الرحلات اللي تم الاعلان عليها منذ اليوم انه غدي يكون فيها يلغاء وفيها يعني تغيير في التواريخ ديالها. اللي بسبب واحد الاضراب عام وشامل اللي اعلنت عليهم جموعة من شركات الطيران اللي غدي يكون اليوم. لمحدد هو نهار السبت خمسة وعشرين في شهر ستا خمسة وعشرين يونيو يعني السبت المقبل تا الاسبوع المقبل لاخوة والاخوات اللي كانوا حاجزين او الناس اللي بغين يحزين جنبوا هذا اليوم ادن اخوة اللي كانوا حاجزين يحاولوا يتواصلوا مع شركات الطيران اللي غدين تكلموا علهم الان يعني هدين نذكرهم بالتفصيل لانه اعلنوا على اضراب عام واضراب شامل على الصعيد الاوروبي. ومن بين هاد الشركات هادو اللي اعلنوا لموت طافين ديالهم على تنظيم اضراب شام معامل لشل الحركة ديال الطيران لموت طافين ديال شركة راينر. تنعرفوا شركة راينر مجموعة من الاخوة والاخوات المغاربة القاتنين وبالخصوص القاتنين في اوروبا تحتمدوا على هاد الشركة في الرحلات ديالهم تجاه المغرب او تجاه وجهات اخرى اللي كانوا ناويني قد رفها العطلة الصيفية والاجهزات ديالهم. الموت طافين جيل شركة راينر نديدا بدونوا في العمل القاسي اللي تزولوا في المهام ديالهم قرروا انهم يديروا هاد اليوم يوم اضراب شامل اللي غد يدوم المتة ديالو اربعة وعشرين ساعين نهار خمسة وعشرين نهار السبت خمسة وعشرين في شهر ستة غد يكون اضراب عام لمتة اربعة وعشرين ساعة طيلة السبت. لذلك الاخوان والاخوات اللي عندهم رحلات فهذا من هاد الطول اللي غدي نذكره يحاولوا يتواصلوا مع الوكالات الاصفار ويسؤولوا لانه قانونيين رغم انه تكون اضراب شامل اه شركات الطيران تتكون مجبرة انها تضمن بعض الرحلات ولو كانت قليلة. اه هاد الطول اللي غدي يشملهم اضراب هما ايطاليا اسبانيا والبرتغال فرنسا وبلجيك يعني من بين الطول اللي فيهم اه عدد كبير من افراد وابناء الجالية المغربية ومقيمة في الدول وتستعمل شركة لذلك الاخوان نصير حالي الله حاولوا اه تواصلوا مع الشركات طيران او تواصلوا مع الوكالات الاصفار اللي حجزتوا فيها باش تأكدوا بانه الراحلة دي لكم كينا قبل ما تاخدوا الامتعات دي لكم وتجهوا المطار وفي الاخير تصدفوا عراقي وتصدموا بانه الراحلة دي لكم اراها اه ملغة. كذلك عنا شركتين اخرتين علنوا على اه تحديد يوم السبت لمقبل خمسة وعشرين تال اسبوع المقبل خمسة وعشرين يونيو كيوم اه اه قيام باضراب كذلك عام هاد الشركات الموضطفين دي لهم ما شركة اير فرنس وترانزافيوت انا عرفوا هاد الشركتين تيست اغلب الخطوط تيديلو من اه تيستعملو من الاخوة المغاربة للسفر من فرنسا بالخصوص الى المملكة المغربية كذلك هاد الشركتين علنوا على اه اضراب عام غدي يكون نهار خمسة وعشرين في شهر ستة لحد الساعة باقي ما كانش تأكيد تام لانه باقي يعني كان حوار مع السلوطات انتمنوا انه يتم اه ايجاد حل لي اه باش الاخوة والاخوة اللي عندهم رحلات فهذا عن طريقة شركة هدو ما يلقوش عراقلو ما يلقوش مشاكل في التنقل جيلهم في الرحلات جيلهم هذا الاخوة كانت ذكير فقط انتمنوا انه اه اه اخوة جيلونا يستفدوا حاولوا اه يعني تشاركوا هاد الفيديو هادا مع الاصدقاء ومع الآن لدي لكم انتنا نعرفوا هاد الفترة عادي تكتروف على الرحلات والاخوة جيلنا بزاف اللي اه وحنا بصدد اه العطلة الصيفية وكذلك بصدد عيد الاضحاب مجموعة من الاخوة باقي نستفروا هاد الاسبوع لذلك تنتمنى انكم تشاركوا هاد الفيديو هادا باش توصل المعلومة لاخوة باش نجنبوا الاخوة والاخوة جيلنا الضرر والعراقل والصفر اه يعني يكون فيه ظروف اه ممتعة نطالبه في اخر الفيديو كيفما شدرنا الباريحات السلطات المغربية باش تحاول تقوم بالواجب وبالمستحيل لتمكين ابناء الجالية وتمكين الاخوة المغاربة من الصفر في ظروف اه حسنة وظروف اه جيدة لانه صراحة تلاحظوا الارتفاع الموهول في اسعار اه التذاكر وتنعرفوا بانه ابناء الجالية عندهم الرغبة باش يزوروا البلد يلوم بعد هذا الفترة من انقطاع ولكن شركات الجشعة جيل شركات الطيران ووكالات الاسفار تقل الكاهي جيل اه اه الاسر والعائلات والمغاربة الراغبين في السفار لذلك ننتمنى ان السلطات يكون لها تدخل كما كان السنة الماضية تدخل سامي مصاحب الجلالة ويعطي الاوامر جيلو لتخفيف الوزر على ابناء الجالية هذا اللي كان الاخوة في هذا الفيديو هذا نتمنى لكم امسية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته